لضيق الوقت سنعطيكم سؤال لكل محاضر سؤال لكل محاضر سؤال للمحاضر سؤال للمحاضر السلام عليكم سعيد برد بحضر المؤتمر وغلوه بطبيعة الموضوع والتعامل سؤال للمحاضر المحاضر لأن الصحفيين لا تكون هناك طبيعات الصحفيين لذلك لا تتعلم أن نسؤول الصحفيين نظر طبيعة العلاقة معنا ومعالي سلمنا العرض الذي قدمته الصحفيه كان عرض جيد جدا ولكن إذا سمحت سيدة الكريمة يؤذب عليه شيء أيضا المقاربة العددية المتمركزة بالعرض يعني اختصار كل ما يتعلق معالجة الإعلامية والصحفية لقضايا الصحفي في المقاربة العددية كان الرزاما عليها أن ترضيها لنا كيف تتعامل وسائل الإعلام التي اخترتها في العرض مع القضايا الصحية على مستوى التنوى الإخباري وعلى مستوى استعمال المعلومة وعلى مستوى مصد الخطب وتقديم حلول وبدائل كفية وكيفية الارتقاء بالممارسة الإعلامية والصحفية في مجال تحليل قضايا الصحفي وضع العرض ولم يجب الى تحليل قضايا الصحيح لن يتعلم نحن لحظة أتاقر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة عرضنا في المجربة وعلى المترجم مقدمة الموجودة لا لا لدينا قناة خاصة بالإعلان الصحي لتكون في التوصيات المؤتمر لأن هذه الفكرة هي قديمة و كنا نتمنى لو أنها كان تقييم لها في المؤتمر قناة إعلامية أو لتحين مشاكل للتبوز على الصحي لأنها تكون قناة لنشعر بحكي قرأ الجرائد المكتوبة يعني أكاملش العدد ما عنديش ولكن عدد ضئيب جدا و خصوصا بأننا صحبوها من مقاهي يعني العدد سيكون أقل ضرفا وهي غير وسيلة حقيقية للتواصل حليل مع احترمات الأخرين لأن الأمر أصبح السمع البصري أعطل الآن ثلاث و إذن السمع البصري بحكم أنه نوشمع المغربي بإشكاليات عن الأمية بسيطة المحدة يقرأ المفهوم القراءة في طرف التقافة العامة فأظم أن قناة خاصة بالصحة خصوصا بأن هذا ما يقع في المغرب و ستكون لها خصوصا بأن توجد جميع الكلية جميع المغربة القراءة ستكون لها يعني 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 أعطم إجابة من الوصول مقابلة و ستكون لها عن الرسم و ستكون لها و ستكون لها لكن إذاً إذاً و ستكون لها و السمع البصري لدي أن تكون أين قلوب من المشاهد شكراً 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 أعطي الكلمات الأختي التالية بتسإمكانك حرش بإطار منطقة سعلي التي يرغب عن القرآن عال فمتاف بالترجمة layer أدخل البعض سوريا أعطي المدخل أدخل أستاذ عبداني دقيم إذا يقومون المدخل يتعلي في حالة أزمات صحية أنا سؤالي ربما دوشيقي الشيق الأول هل وزارة الصحة لها استراتيجية واضحة خاصة في هذا المجل التواصل خلال الأزمات وسؤالي الثاني ما هي الاختلالات والصعوبات التي تجدها وزارة الصحة وذلك القسم الذي تمثلنا هل هناك اختلالات خاصة مثلاً كان يتصنع مهلاً ما هي الاختلالات سوف تتعلم قوار نعود إذا كان ما تعلم حسنًا أضحًا إنها وضع سوف تتعلم بالغاية ثم والأخرى كما هي الاختلالات وكما هي الاسمات مكتوبة كما هي الاختلالات في حالة أزمات موجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم كذلك ترجمة نانجال ترجمة تعليم العلميا 야지 أميين عني أو أميين عني أو أميين عني في الوعي معنى أنني أنا الآن أمي في مجالتي أخرى أنا أطرح لكم أحد سؤال كم منكم كم منكم كم منكم يفهموا أسرار الأبنك الأبنك والمعاملات المالية قم بأننا لا تنفق الصحافة المختصة في المجال المالي والبنكي والقرصات المجال المتحدث والتستخدم بطريقة وهذا المجال لا يوجد أي صحابي يمكن أن يدخل نظراً لنوع من التأثير وكانت تحمل مسؤولي تباً كلمة مجال الصحي لا يوجد التأثير لأنه مجال يهم كل المواطنين فالنفتاح على المفتاح على الشبكات التواصل بصفة عام فالنفتاح على الهيئات الإعلانية هي المبدأ الرقم واحد لأنه في استراتيجية التواصل شكراً جزيلاً هل من سرائح يجب أن يكون الإعلامية في الإعلام الصحي لأخت إلهام سنليل بسم الله الرحيم شكراً لأخت إلهام ومداخلتها بقيمة فقط أني سألتك لأنه في كل مجلة متخصصة سألتك أن المسألة في ترجمة هذه المجلة إلى الدوغة العالمية في حمار قديم المستخدمة أيضاً إحداث موقع خاص في المجلة التوبيع أيضاً تكلمت بأن المركز يتوصل تقليل بشكل شكائيات وعلى سراء يتوصل لأننا ماتتعاماً مع الكامل المستخدمة والهيئة الأخرى جميع السراء فقط بأن أخرج إلى ما أخذ العينات قبل أن يكون أكثر أهمية في رصد الإشكاليات الروحة على صحيح المستهلكين محسن من الزمان على الإشكاليات والكاملة أيضاً يبدوها مدينة شكراً ربما إصدارت المجلة الصحية وقد أخذت موافقة من درجة المنكس وهذا مرور مثالي لأنه تجمت عدة معطيات وترون أن المعاجع كلها من المجلة لأنه عندما أجدت مرشع عني في هذا المجل من غير أرتكز على معطيات المجلة فيما يقص الخروج لقيابة معينة في مجل الأعشاب قلنا بذلك في بعض الأحيان نقوم بهذه الإجراءات كمثلاً لما توصلنا بالمشكل الشيطي ذهبنا للأسواق ورأينا ماذا يروش وذهبنا لعيادة مختصة ورأينا ما هي الحالات في بعض الأحيان نقوم بهذا كذلك نخرج إلى المجتمع للتحسيس نقوم بكثيراً بعملية التحسيس لدرجة أن المجتمع يتمنوننا أننا جمعية ليس مصلحة بعض الوزارة سؤال الهاتف لا المهن الصحة ولا المواطنين لهم الحق في الانتصال وكثير من الناس عمومة يتصلون بنا لأخذ استشارة أو لإبلاغ عن حالة التصميم وشكراً للمعظم أنني أجبت على سؤال أسئل مرة أخرى نشكر الأختين المحاضرتين والأخوين المحاضرين على هذه المحاضرة القيمة وندركوا لإستراحة شيء لمدة عشرين نقوم نعود بعد قلب مشاهدة وفي نهاية المحاضر التي يقوم بها نهاية المحاضرة وباحث مختبر التواصل وتقرير التعبير للأدام فاسق سيسبال يتفق المشكورة أنا أرصى من القلول إلا كانت تبشرين دقيقة لديه عشراء ولكن تحشرين لهم ساعة أنا أتفقل كله السلام عليكم الله يعمل لا تكشبينها اسمنا عكم الرحيم السيدة المسيرين السيدة الأطباء زملات الصحفيين والصحفيات وإخواني الطلبة والطالبات تحية طيبة لكم شكراً للجنان المنظمة لجمعين المنظمة للتواصل الصحي بدون إطالة في التقديم ندخل إلى صوب الموضوع والذي يتناول عنوى المدخلات يتناول اللغة في الإعلام الصحي هذا الموضوع الحق لأخذكم سيداً أني بمجرد توصول أو التواصل مع الدكتور مصفحة بشأنه تبين أنه أنه يحتاج في إعلان إلى تحديد منهجين ويحتاج إلى تحديد المفاهيمين لهذا الموضوع قبل أن نتطرق إليه وإلا في الإعلام الصحي هل نحن نتوفر في الإعلام في المغرب على إعلام صحي هل لنا مواصفات أو ما هي مواصفات الإعلام الصحي وهل المملكة في إعلان تتحمل أن يكون هناك إعلام صحي قبل أن نمر إلى أن نناقش إشكالية اللغة في الإعلام الصحي لا بد من تقديم أولي وهو أن الإعلام طبيعي أن الجميع يعلموا أهميتاه ويعلموا أيضاً دوره في المجتمع وهو يهدف إلى تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة والإعلام أيضاً كما يعرفه على المجتمع ألماني أوتوغروف فهو التعبير للموضوع عن عقلية الجماهير ومؤمناتهم وانتماءاتهم بمعنى أن الإعلام هو نبض المجتمع ومنه تخرج كل المعلومات أو المعارف للمجتمع في الحاجة إليه من مهام الإعلام هو التفاعل مع المجتمع وتنبية احتياجاته من المعلومات وتوعية أفراده في مختلف المجالات والصحة هي أحد المجالات التي ينتظر فيها المواطن المعلومة الصحيحة الحقائق التابتة والدقيقة في هذا المجال لكن مع الأسف وسنرى فيما بعد انطلق من دراسة ميذانية أن المعلومة الصحية إلى حد ما تظل شدها غائبة عن التدول الإعلامي ومنحاصرة داخل فضاءاتي التكويني والتأطيلة والاستيشفاء لأنه إذا أردنا أن نتحدث عن الإعلام الصحي كما طرحت السؤال في الفداية هل المغرب في إعلام لم تلك وسائل الإعلام متخصصة في الصحة؟ فالحقيقة تقول بأن أننا نعاني من غياب منابر إعلامية سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموع أو إلكترونية متخصصة في الصحة كل ما هو متوفر عندنا هو ملحقات ضمن التبويب المعتمد في الصحف يعني كما ذكرت الأصداء الصحافية السابقة للقوة بأن مثلا نجد في الصحافة المكتوبة بعض الصحف لا يتعدى عدد أصابعها عدد أصابع ليد واحدة خمسة صحف فقط هي التي تضع ملحقا يهتم بالصحة وملحق أسبوعي لا يكاد يتجاوز الصفحة في أقصى حالاته أيضا في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عدد البرامج التي تتناول الصحة هي أيضا محدودة جدا فهنا ينبغي أن نتساءل هل في عنا يمكن أن نتحدث عن إعلام صحي في المغرب؟ نحن تجاوزا سنعتبر أن تلك الملحقات أو تلك البرامج هي إعلام صحي الإشكال الذي وجدته في هذه المداخلة هو في تحديد مفهوم الإعلام الصحي هل فعلا من الناحية الأكاديمية والعلمية هناك تحديد من المفهوم؟ إصطلاحيا لا يوجد سند علمي أو قواعد محذبة لوسفل من مرض الإعلامي هذا بأنه صحي أو ذاك بأنه غير صحي هذا من ناحية إصطلاحية من ناحية المظيفية لا توجد نظريات طبعا تحدث عن المسؤول الإعلامي تؤثر الإعلام الصحي وإنما هو أحد أشكال الإعلام المتخصص كأنه تحدث عن الإعلام الاقتصادي أو أنه تحدث عن الإعلام الرياضي أو الإعلام الحربية أو الإعلام السياسي أو الإعلام الرياضي فيمكن أن تحدث عن إعلام صحي إذن هو يدخل في باب التخصص الإعلام الذي ظهر مع بروز طورة تكنولوجية ومع التطور في الممارسة الصحافية وأيضاً مع حاجة المجتمع إلى التخصص وليس إلى المنسوحية على المستوى النظري ميلاد ما يسمى بالإعلام الصحي والذي هو شكل من أشكال إعلام المتخصص يعود إلى تطور في السبب الإعلام وفي السبب الإعلام المقصود بها هي الإعلام وتطبيقاته في المجتمع وأيضاً تطور أو السيرور التاريخي لتطور ما يسمى وهذا قد يفهمه جيداً المتخصصون أو الطلبة أو المعيثون في الإعلام ما يسمى بنظريات الإعلام وبالضبط عندما أصبحنا نتحدث عن نظرية مسؤولية الشمائية أنا أقوم بهذا التقديم كي نقطيراً الموضوع ثم ندخله في صلبه نظرية مسؤولية الشمائية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تتحدث عن أن الإعلام يجب أن يلعب دوراً محورياً في تطبيق المجتمع وفي توعيته وفي تقديم الخدمات التي يحتاجها والصحة كما قلت في البداية هي أحد المجالات التي المواطن يحتاج فيها إلى تنويم ويحتاج فيها إلى المعلومة هنا سندخل إلى صلب الموضوع إشكالية اللغة هي فعلاً إشكالية حقيقة لفكرة الإعلام واللغة العلاقة بينهما هي علاقة تبادلية كيف؟ وأنه لا إعلام بدون لغة صحيحة ومبسطة لا يمكن أن نتحدث عن إعلام إذا لم يكن قادراً على النفاذ إلى عقول المواطنة وأيضاً لا يمكن أن نتحدث عن اللغة دون إعلام متطور مواكب يمكن أن يؤدي رسالة الإعلام الحقيقية وهي نشر أخبار الحقيقة والدقيقة إذن هي علاقة تبادلية هي علاقة تكاملية هي علاقة طردية ولا يستكنني هما معاً لأي نظرات جاملة إذن يمكن أن نخلص إلى أن الإعلام يمكن أن يرتقي باللغة ويساهم في تطورها وأيضاً كم أنه يمكن أن يكون عنصر تأخرها إذا لم يحسن استعمالها ويحترم تركيباتها ومدلولاتها هذه فكرة مهمة جداً لابد أن أشيل إليها وأن الصحافة في أصلها أو بأجناسها المختلفة هي ظهرت لتنقل المعرفة وتقدم المعلومة بلغة يفهمها القارئ البسيط والمثقف على حد ينسى الصحافة ليست وسائل تواصلية نفبوية وإنما ينبغي أن تجد لها قدم سواء لدى المواطن البسيط الذي بالكاد يتعلم القراءة والكتابة وأيضاً بالنسبة للنخبة أو المثقف المشهد وبالتبع فإن استعمال العربية والتي تهمون استعمال اللغة العربية في الإعلام ليس نقصد به اللغة الأديبة أو اللغة الفصيحة جداً التي يصعب بها التعبير عن مضمور رسالة الإعلامية الموجهة لله إذن المطلوب فعلاً هو أن تكون لغة وهذا أعتقد ما تدافع عنه جمعية المغربية بتوصص صحي أن تكون لغة خالية من الأخطاء سليمة من حيث التركيب والصرف وقادر أن يفهمها سواء المثقف أو الذي بالكاد يتعلم القراءة والكتابة كما قلت والواقع أن دراسة اللغة العربية في الإعلام الصحي ينبغي أن تستحضر ثلاث معطيات أساسية أولاً أن مصادر المعلومات في المواضع الطبية والصحية هي كلها أو في مجمالها غير عربية مع الأساسية وهي عبارة عن دراسات أجنبية المسألة الثانية هو ضغف الترجمة في مجال العلوم التربية قليلهم الأطباء والأساتذاء المتخصصون الذين يقومون بعملية ترجمة من اللغة الفرنسية والإنجليزية إلى اللغة العربية ولعل مؤخراً وما تم تدول مؤخراً في الإعلام من أن نبع طلب الباحثين المجدين الذين يقومون بإلقاء طروحاتهم باللغة العربية وهذا في اعتقالي ممكن في المستقبل أن نتحدث عن بحث علمي باللغة العربية في هذا المجد ومشأنه طبعاً أن يطفي نكهة جديدة على اللغة الطبية المسألة الثالثة هو أن الفرنسية مع الأسف الشديد هي لغة التكوين وقتطر البحث العلمي في المغرب سواء في المجال الطبي وكذلك في المجال الحلوم المختلفة النتيجة هو أن المصطلحات الطبية والمعلومات الصحية في الأوساط الطبية هذه الحقيقة أو المفروض أو المؤول أن المصطلحات الطبية والمعلومات الصحية في الأوساط الطبية هي نفسها المتذاولة في الإعلام وإذا استحضرنا معطايا الثلاثة السابقة بأن عندنا تكوين بالنسبة للطلب الأطباء تكوين بالفرنسية وهناك ضعف في الترجمة في ترجمة البحث والأطرحات وأيضا هناك تغييب للعربية فبمعنى أن ذلك سينعكسوا بالتبع على الإعلام وأن اللغة التي ستستعملوا في الإعلام حتى وإن كنا نتحدث عن وسائل الإعلام بالعربية فهي ستضطر إلى أن تستعمل لغات فرنسية ولغات أجنبية للدلمة على مرض معين أو على معلومة صحية معينة وبالتالي ينبغي أن أشير كي لا نحمل المسؤولية إلى الإعلام ونؤكد بأن المسؤولية يتقسمها مهني الصحة وأيضا وسائل الإعلام الصحفيون أو الإعلاميون ليسوا مؤهلين ليقوموا بعملية ترجمة بل هم مطالبون بنقل المعلومة التي يفهمها المتقب تخيلوا معي أن المريض عندما يذهب إلى الإياذة أو إلى المستوصف وتجد الطبيب يتحدث معه باللغة الفرنسية أو عندما يشخص مرض الصرع ويقول له إن هذا مرض بيليبسي فيعني أن الصحفي عندما سيكتب من أجل أن يوضح أسباب هذا المرض أو تجلتفه بالضرق لسيستعمل في لغته الصحفية بيليبسي أن الصرع ربما غير متداول على المستوى المجتمعي وقد يوحي إلى أشياء خرافية نتخيلها نحن في المجتمع ونصوئها أيضا حتى مرض الروماتيس يعني أعطي فقط أمثلة هو باللغة العربية هو الطب الذي يعناه بالأمراض المفصلية فالروماتيزم هو المتداول في المجتمع وذلك يساعد في الهني الصحة والإعلام هو يتبع ما هو متداول هنا من أجل أن ندخل في دراسة ميدانية قمت بها من أجل أن نعرف الإشكالات التي هي مرتبطة باللغة هنا ثنائية واقعية في حقيقة الأرض هو أن لغة الإعلام الصحي تؤثر عليها مصادر المعلومات فإذا كانت مصادر المعلومات التي صدقها الصحفي في المعلومات الصحية يقولها أجنبية فلا يمكن أن نتحدث عن لغة إعلام صحي عربية 100% الصحفي الأصل فيه أنه يحتفظ بأصل المصطلحات ويكتبها بالعربي هذه الأمثلة التي ذكرتها سابقا ومن أجل أن نعرف ماذا حضور اللغة العربية في الإعلام الصحي في المغرب تجاوزا كما قلت إلا أنه لا نتوفر في المغرب على إعلام صحي متخصي كما في الدول الغربية ولكن لدينا فقط ملحقات أو برامج معدوذة جدا يمكن تجاوزا أن نسميها إعلام الصحي نجأنا إلى دراسة عين من تسع ملحقات في ثلاث جرائد وطنية ويفتجديد بساء الأخضر في النتيجة التي خلصنا إليها وأن مصادر المعلومة الصحية لا تخرج عن الأطباء يعني ثلاث مصادر أساسية لا تخرج عن الأطباء المتخصصين ولا يبغي أن ننسى بأن تكوينهم ليس بالعربية وتكوينهم بالفرنسية مئة في المئة والدراسات الأجنبية التي تنشرون بغير العربية في مصدرها ثم لا شيء لا شيء المقصود به هو عندما يكتب الصحفي دون أن يشير إلى مصدر معلوماته وبالضرورة عندما نجد معلومة صحية طبية حساسة جدا ونجد دون أن تشير إلى مصدرها فهون يطرحوا علامة استفهام ماذا دقة هذه المعلومة إلا فالصحفي ليس مهلا إطلاقا بأن يبدي قيامو في هذا المجال لأنه فعلا يحتاجوا إلى تكوين ويحتاجوا إلى جهدين كبيرا 33% من مواد الصفحات المتخصصات قبل أن أكمل هذه النقطة لا بدأ أشيرك إليه حصول نوع من الارتباس بينما قدمته سابقا الصحفية سنة وبينهاته الدراسة هو أن الصحفية سابقا هي تناولة كل الأخبار الصحية التي تتدون في تلك المنابر الإعلامية أنا فقط ما كان يهموني فقط الأخبار أو المعلومات الصحية التوعوية التي يحتاجها القارئ أو يحتاجها المستمع أو يحتاجها القارئ هنا وإلا في المعلومات التي أو الأخبار الصحية التي ترتبط بالسياسات العمومية فالأيان ليست خاضعة للدراسة فلا يمكن أن نعتبر أن وزير الصحة دشل مثلا مستشفى أو كلية للطيب بأنه خبر يهم التوعية المواطن فهذا خبر شأنه كشأر رئيس الفكومة عندما يترأسه شيئا في البرنامج أو غيره أن 33% من مواد الصفحات المصخصة في الصحة تنشر بدون إشارة إلى مصادر المعلومات وهذا يجعل الدقة في نشر المعلومات على المحق ويثير التساؤل حول صحة ما ينشر من المواضع في هذا المجال وقد تشكل وعيين للمجتمع في قضايا الصحة هذا يطرح تحدي كبير جدا علينا تخيلوا أن الصحفي إذا لم يكن دقيقا في نقل المعلومات الصحية وحتى وإن كانت سابقا قبل قليل أحد الإخوة تحدث عن أن المقروئية مقروئية الصحوب ضعيفة جدا فعلا الحقيقة تقول بأن 300 ألف هو عادة السحب دير الصحوب في المغرب ولكن لا ننسى بأن 300 ألف توزع في هذه الجرائف ترىها في المقاهي وقد يتدولوا المئات ويتدولوا الألاف وبالتالي المقروئية هي ليست مباشرة ولكن هناك مقروئية غير مباشرة وبالتالي إذا تحدثنا عن معلومة صحية غير مضبوطة فماذا؟ فقط تشكل وعيا لدى المواطن الخلاصة الثالثة وأن الأطباء المتخصصين الذين يفترضوا أنهم مصدر المعلومة الصحية يشكلون مع أسف شديد أقل من نسف مصادر المعلومات أنا في اعتقال أهم مصدر ينبغي أن يسلكه الصحفي هو الطبيب المتخصص هو أحده الذي يمتلك فعلا حقيقة المعلومات الصحية لأن الصحفي كما قلت سابقا ليس مؤهلا لكي يقوم بعملية ترجمة لبعض الدراسة التي تشهروا في مجلات محكمة أجنبي وبالتالي خيط الوصل بين ما يقدم للمواطن أو القارئ وما هو صحيح فهو الطبيب المتخصص ولكن مع الأسف شديد أقل من نسف مصادر المعلومة التوعوية في المجال الصحي تصقى فقط من الأطباء المتخصصين ونصفها ليس من الأطباء المتخصصين وهذا إذن يطرحوا تحدي آخر إذا كان الأطباء المتخصصون هم تكوينهم في الفرنسية فيمكن أن يفديث هذا أيضا مشكلة